لما عملت قلعة الطلحة ومشيت من غيرها كنت تحسة ان دي أنا ان انا عملت حاجة سوبر حاجة واو حاجة حاجة ما كنتش بعملها بلكده حاجة حاجة خارقة يعني واما مشيت بي والهوا كده حرك شعري ومشيت من غيره وغزي كنت مفصوطة وان لو كان شعر طويل ما كنتش قصيته كنت حسة ان انا بنت أصلا لانو الطلحة ما تحسسناش ان احنا بنات حسسنا ان احنا احنا ممكن نقول عليها عبيد ان احنا عبيد الفرحة لكن لما قلعتها حسيت ان انا حظة فكت القيد اللي كان رابطني بالعبودية او رابطني بان انا ما كنتش انا اسمي راني رشون عندي واحد وعشرين سنة عيت وردت في قرية كحكي بحري وعشت فيها طول حياتي هي في الفيوم الناس ما دقبلتش ان انا ابقى مش محجبة كنت عايزة اطرق في حالي بسلام وعيش بامان مع اخياتي بس حاولتسي كتير مع العنف ومع الزكور في الموجودين حوالي وفي نطاق حياتي من زمن جدا المدرس كان بمنعني ان انا اروح المدرسة بشهاري كنت في ثانية او ثالثة بدائي ممنوع ان انا اجي المدرسة من غير طرح وان اخويا في مرحلة ما كان متأثر بالزكورية والعنف فكانت ضربني لو ان انا لبستي بانطلون طبية كان بيدربني لو شافني بقى طلعت السطوح او حتى في البيت من غير طرحة لازم ابقى في البيت طرحة او مغطيش عاري في العموم ده صعب او غريب الاول ما كانت فيه نقاب كانت واحدة او اتنين مرة كده فجأة فجأة كل الناس ممتقبة واللي لا ممتقبة الندرة بسبب الناس اللي خرجت راحة السعودية جوا بانوا بيتهم بالمسلح ولبسوا ستتهم النقاب لما اطلعت وكبرت لقيت النقاب موجود لبسته ومرحلته من من تأثيره الطاغي في القرية طول الوقت ماشية شايفة مش هو ده انا مش ده انا اللبس بوهيمي غريب انا لم اضطر البسه ده مجرد ان انا خرجت وكبرت فغزب عني لازم البسه عشان ده انا بنت مين الان لازم مين قال غزب مين قال مين لازم يلزمني حاجة انا مش عاوزاه لحد ما قلعت الطرحة فصارت سائلتهم وهم ضربوني وحبسوني في مكان لمدة 4 ساعات علشان انا رحت استفسر باسأل انتوا لي بتقولوا الاشعات عني قريبتي جات وبتقولي وريني الصليب اللي في ايدك ووريتها ايديه وما شافتش صليبه موسيقى موسيقى وكنا عاوزين يضربوني اكتر وكنا عاوزين يموتوني يقول لي مش انسيبك محد من قلتك يجي ياخدك كلها اشعات تكفرية بيكفروني وبيستحلوا دمي وبيستباحوا خصوصيتي وبيستباحوا انسانيتي موسيقى في خلال طريقي ومشواري للجامعة كنت بتعرض لرمي يوتيوب علي اونا مشيه لاجتيمة لنعذي بانعاد زبالة اتهامي بحاجات غريبة ان انا اخدت فلوس من حاجة او ان انا غيرت ديني هما كانوا مش عاوزين نعمل ده بس انا عملتو فبالتالي رمى صمعاتي ورمى صمعت اخواتي كانوا بيروحوا لهم ماكن شغلوهم ويقولوا لهم رانية مسيحية رانية مسلمة كانوا بيكلموا اخويا اللي في القاهرة يقولوا لهم اضربها عنفها هل الحجاب صح؟ هل الطرحة صح؟ هل ألعاها صح؟ انا ما عرفش انا اللي عرفه ان كل الحاجات دي حرية والمرأة هي اللي تحدى دي عايزة تعملها او لا معاناة الواحد مشابهة للمعاناة اللي عبدالله عملها لكن انا علشان مصغر اخترته عبدالله علشان رأيه اختاره انا اخترته لها الحجاب وتهررته للأزيان عبدالله اختار يقول ان حرام المسيحيين يموتون ومجرد انهم مسيحيين بسبب الانفجارات وسبب الاحاداث اللي حصلت في احدى الكنائس فزميله في المدرسة نبزوه وعنفوه واتهدوه نمروا على كلامه واطلقوا عليه اسم عبدالله جرجس وحاجات كتير كتير مؤذية لطفل او مراهج عنده 14 او 13 سنة سافرنا القاهرة عنا فيها حعالي سنة عبدالله ما احتملش ان فكرة الرجوع تاني للقرية والمقسات تتقرر تاني فعبدالله تقرريني حياته بيده عبدالله اخويا كان انسان جميل وطيب الساجية وكان ضد العنف وكان ضد كل شيء غير ادمي لما وقت المشكلة حصلت لي لقيت بناتنا في القرية كلمتني واحنا كمان نفسنا نبقى زيك بس احنا مش نقدر نجيلك او نكون معاك على الواقع منهم الكاسرات اللي تجوزوا الكاسرات منهم اللي متجوزين جواز متعم اللي متجوزين جواز مسيار وفيه البنات التانية اللي اتعرضوا لعملية الختان البنات دي محتاجاني وأنا أنا كمان ضد اللي بيحصل لهم ونفسي في يوم اللي يم يبقى ليه يد في النوقف اللي بيحصل ده نفسي اوقف عمليتي الختان اللي ليس لها داعي على الإطلاق اعرفتها لما كنت بادور في موضوع الختان وان هو اهلي كانوا عاوزيني اعمل نفس العملية او كانوا عاوزيني يتبروني ان انا وافق على العملية دي او حتى لو ما ما فيقتش فانا كنت رفضة رفض قاطع يحصل لي كده وتيحت لي الفرصة ان انا بحث ودور عن عن اصاري الجريمة دي او هيحصل فيه اي لو انا عملت الجريمة دي كان من نتاج البحث اللي انا بحثتها دكتورة نوايا السعداوي ورأيها ايه في الجريمة دي ثبت رأي اكتر وكانت شخص اكمل معايا بعدين قرأها وان ايه كده اول حد يديني الافكار والنسوية ويديني هو انا ليحو بحبها وقد المحيد يعني اني بحب اللي انا اقول قصيدة عن خالتي رانيا والشمس جميلة وأحلى حاجة اللي في الدنيا كلها اللي كلنا بنحبها بعض نشرب عصير ما قدرش هيسيب خالتي رانيا لوحدها حسن يفسل حاجة وبحبها طول العمر وما قدرش هيسيبها بدفع عنا بالشارة وخطط اللي انا هرسمها زي مقعد عشان انا بحبها وهي بتحبني يعني انا هرسمها بالالوان وهلونها مقبر هحضوناها كتير قوي المجتمع فيه افات كتير انا نفسي اكون موجودة على مستوى كبير من التعليم ومستوى كبير من الثقافة وانا انا اقدر اساعدهم وانا انا يكون مسؤولة واقدر اساعدهم في كل الحاجات اللي بتحسن